السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من قناة ليوليو اهلا بكم في حلقة النهاردة زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو هنتكلم عن التحديث الجديد للفيسبوك وبالتحديد الوضع الاحترافي بس قبل ما نبدأ اتأكد انك عمل لايك للفيديو ده وصابسكرايب للقناة طبعا الفيسبوك الفترة الاخيرة نقدر نقول كده ان ندخل منافسة كوية مع المنصات الاخرى في تحقيق الربح الفيسبوك عمل ميزة جميلة جدا اسمها الوضع الاحترافي يعني ايه الوضع الاحترافي وازاي نفعلها عندنا على الاكاونت الشخصي كل ده هنجاوب عليه في هذا الحلقة الوضع الاحترافي من سنة كده اطلقت فيسبوك وميزة الوضع الاحترافي للحسابات الشخصية والميزة دي كانت موجودة فقط لمنشئ المحتوى داخل الولايات المتحدة واي شخص مؤهل لها كان يقدر يحاول البروفيل للوضع الاحترافي ده طبعا لكسب الاموال عن طريق مقاطع ريلز ملحوظة لازم تستوفى معايير الربح دي علشان تفعلها على حسابك مجرد ما تحاول البروفيل بتاعك الوضع الاحترافي شكل البروفيل عندك يتغير واتلاحظ اختلاف وجهة المستخدم الخاص بحسابك زي مثلا ان المعلومات بتاعتك شكلها تغير طبات اشبه للصفحات العادية كمان هتقدر تحط فئة لنفسك زي شخصية عامة او منشئ محتوى فيديو او غيره من الفئات المتاحة وكمان شكل البروفيل عندك هيتغير لما حد يبحث عنك على الفيسبوك كمان لو انت كنت بتنزل ريلز او كنت بتطلع لايف على الاكاونت بتاعك هيطلب منك انك تدخل بيانات الدفع وتنشئ حساب مالي تستلم عليه الارباح بعد كده كل اللي هتجيلك من مشاهدات الريلز او اللايفات هتلاحظ ان ظهر لك ايكونة جديدة اسمها فيو تولز هتلاقي جواه احصائيات النشر والجمهور واحصائيات كاملة زي البتجات بالزبط وهتقدر تعرف معلومات اكتر عن اداء المنشورات وعن الجمهور اللي بيتابعك كمان هتلاقي ميزة جميلة جدا اسمها مساعدة المسؤول ودي ميزة هتساعدك في فلترة الكومنتات اللي بتجيلك من المتابعين بانك تخفي اي تعليق اوتوماتيك عن طريق انك تحدد له المعايير الخاصة باخفاء التعليق زي مثلا لو حد شتم او مثلا لو اكاونت مش حاضط صورة او اكاونت لسه جديد او لو الكومنت في رابط مثلا الفيسبوك بيخفي الكومنت طيب كده عرفنا كل المعلومات عن الوضع الاعترافي تعالوا بقى ازاي نعرف نفعل الميزة دي على الاكاونت الشخصة عندنا بس قبل ما نبدأ الشرح هتنزل على اول تعليق تحدث الفيسبوك باصدار اخر نسخة وكمان فيديو الشرح ازاي تحدث تطبيق الفيسبوك او تحمل التطبيق من الموقع علشان يظهر عندك خاصية تشغيل الوضع الاحترافي بعد ما حدثنا الفيسبوك هنروح على اكاونت الشخصي ونضغط على الثلاث شرط دول وقت لا يظهر لك تحت كده تشغيل الوضع الاحترافي وادارة اشارة ابرز المعجبين كل اللي همين هنا تشغيل الوضع الاحترافي تابع معا الشرح الاخر الفيديو علشان تفهم ازاي تفعل الطريقة دي بالكامل وتبدأ يجيلك ارباح من مقاطع الريلس او الليفاء هنضغط على تشغيل الوضع الاحترافي هيظهر لنا صفحة بالشكل ده كده فاكل البيانات عن التحديث الجديد هنا بقولك تشغيل الوضع الاحترافي الحصول على عوائد محتوىك اذا كنت مؤهلا يمكنك الاستفادة من ادوات تحقيق الربح لجني الاموال عن طريق انشاء محتوى جديد وتبدأ طبعا تكرأ كل الشروط للتحديث الجديد وكمان تاني شرط بقولك ساعد المزيد من الاشخاص على متابعتك سيتم تعيين الاعدادات الخاصة بالمتابعين الى عام حتى يتمكن اي شخص من رؤية المحتوى العام الذي تنشره في الموجز لديه بعد طبعا ما تكرأ كل شروط التحديث الجديد هنضغط على كلمة تشغيل بعد كده ظهر لنا وضعها بالشكل ده كده بقولك مرحبا بك في الوضع الاحترافي يمكنك استخدام الادوات الاحترافية لزيادة عدد ممهورك وتحقيق الارباح اذا كنت مؤهلا لذلك تم تعيين فئة ملفك الشخصي على منشئ محتوى رقم اول حاجة هنضغط على اختيار فئة الملف الشخصي اللي هي تاني واحدة هنا طبعا مدلاب اقتراحات شخصية عما صحفي ايا كان انت بقى بتقدم المحتوى اللي بتقدمه على الى الكون انت عندك طبعا انا بقدم محتوى رياضي قدامي فئات رياضية او فريق رياضي انا اخترت فريق رياضي وادوس على حفظ تحت وعده نضغط على كلمة تم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة